في فصل الشتاء واستخدام التدفئة المركزية حذر خبراء من تشغيلها طوال الليل وتأثيرها السلبي على صحة نائم في الغرفة فالجسم يواجه صعوبة في التعامل مع تقلبات درجات الحرارة الكبيرة وقد تؤدي هذه التقلبات إلى صعوبات في النوم حسب صحيفة ميرو البريطانية وينصح أن تبقى غرفة النوم أكثر برودة من بقية المنزل عوضاً عن تدفئتها لتصل حرارة الجسم إلى الدرجة التي نحتاجها للنوم ويعتقد عادة أن درجة الحرارة المناسبة لغرفة النوم تتراوح بين 16 إلى 18 درجة مئوية ولكن بالنسبة للبعض هذه الأجواء باردة للغاية ولا يمكن تحملها ويفضل أن تكون أبرد من بقية المنزل وأوجب الخبراء أن تتراوح بين 27 و29 درجة مئوية ترجمة نانسي قنقر